يا مسائل فل تعالوا نعمل احلى فرخ محشية فريك رهيبة الفريك مستوي كويس ومتبهر كويس والفرخ رحتها وطعمها يجنن ومتحمرة كويس قوي ودايبة ما بتاخدش وقت خالص طريقتها سهلة جدا تعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي واتمنى تجربوها انا هند ودي كناتي ويلا بينا نبدأ الوصفة معايا هنا فرختين صغيرين للحشو حوالي 900 جرام رسلتهم كويس قوي بملح ولمون وخل ودي هنا التدبيلة الاساسية لأي طيور بنحشيها بصلة كبيرة مفرومة ناعم عليها فلفل اسود وملح وعصير لمون هنا بنشف الفراخ كويس قوي من اي مية فيها والحركة دي مهمة جدا يا جماعة ما بتخليش اي زفرة فيها بعد كده هنبتدي نتبّلها بالخلطة دي تحت الجلد كويس جدا ومن جوه ومن بره هندلج بيها الفراخ كده الحركة دي بتخلي طعم الفراخ مسكر وحل وقوي كده وهنسبها بالتدبيلة دي على جنب لحد لما نجهز الخلطة اللي هنحشي بيها في حل على النار هنزل بمعلاية سمنة بلدي وعليها بصلة كبيرة مفرومة ونقلب لحد ما تاخد لون دهبي هنا البصلة اخدت لون دهبي هنزل عليها بمكعب مرأ وجزرة كبيرة مبشورة الجزرة دي جماعة بتنقل طعم الخلطة في حتة تاني خالص رهيبة بجد هنزل عليهم بنص كيلو فريق مخصله منقوع نص ساعة او كل فرخة عليها كوباية فريق دول كوبايتين فريق هنشوحهم كويس بعد كده هنزل بالتوابل معي فلفل اسود ملح جسط الطيب جنزة بالبودر كاري وبهارات مشكلة هنقلب علشان كله ياخد من طعمه بعض هنزل عليهم بكوبايتين مية سخنة هسيب الخلطة دي تستوي 3 ربع سوا هنا الفريق كان استوي 3 ربع سوا طلعته على طبق هبتدي احشي الفراغ كويس قوي من جوه ومن تحت الجلد هنا بين الجلد والصدر وهضغط عليهم بايدي كده علشان ما يعجنش ويستوي كويس وهحشيها من فوق برضو مش هاملها قوي عشان ما تفتحش في المية بالطريقة دي كده كنت حشيتها من جوه وتحت الجلد وعند الرقبة هقفلها من عند رجليها كده معي حلة فيها مية مغلية هنزل فيها بالفراخ ومعها لورة وحبهان وفلفل اسود حب ومستكة وملح وبصل وطماطم وكرفس وجذر هسيبها تستلق من نص ساعة لصاعة لربع كده كانت استوت والشربة بتاعتها تحفة صفية وجميلة جداً رحتها الجنن شايفين؟ هنبتدي بقى نحمرها في الفرن معي سنية عليها فويل وورق زبدة معي هنا معلقتين زبدة ورشة فلفل اسود وملح وهدهن بيهم الفراخ كويس قوي عشان تاخد لون حلو في الفرن هدهنها كويس وهدخلها تحت الشوية 10 دقايق لحد ما تاخد لون هنا كانت خرجت شايفين لونها؟ رحتها تحفة يا جماعة انا كنت بقلبها كل شوية على كل ناحية اتمنى تجربوها ان شاء الله تعجبكم وبالفة هنا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير للفيديو واتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا اشعار بكل وصفاتي واشوفكم بخير في فيديو جديد